بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي تنميذ السنة الثانية نلتقي مجددا في حصة ثانية حصة عواعد اللغة اسم التقدير لذا اقتابع معي أعزائي تنميذ هذه الأنطلة حتى تمكنها من قدم حدرس هذا التمريد أسهل من غيره محمد أخلص عمله المؤمن أكثر تفاؤلا إذن اسم التفضيل هو اسم مشتقل راحت هنا اسم مشتقل من الفعل الثلاثي على وزن أفعل أسهل من غيره أسهل اسم التقدير محمد أخلص عملا أخلص على وزن أفعل المؤمن أكثر تفاؤلا أكثر على وزن أفعل فأسهل اسم التفضيل واسم التفضيل هو اسم مشتقل من الفعل الثلاثي على وزن أفعل للدلالة على أن شيئني اشترك في صفة واحدة وزاد أحدهما عن الآخر هذا التمريد أسهل من غيره بمعنى كان عندي تمريد سهل طلب مني أربع ساعة أو عشر دقيقة ولكن هذا التمريد تطلب مني زملا وجيسا عشر دقاح هذا التمريد كان أسهل من غيره محمد أخلص عملا فهناك تلميذ الناس لكن محمد كان أخلصه المؤمن أكثر تفاعلا فاسم التفضيل كما قلنا سابقا يأتي على وزن أفعل ويشتق بصيغتين اثنتين صيغتين اثنتين قد تكون مباشرة كما رأيناها في أسهل كما رأيناها في أسهل ولكي تشتق على وزن أفعل بطريقة المباشرة لا بد من شروط تتوفر في هذا الفعل أي لكي متقق على الاسم التفضيل على وزن أفعل لا بد من الشروط التالية أن يكون الفعل ثلاثيا تاما متصرفا مبنيا للمعلوم مثبتا لا يدل على لوم ولا يدل على عيب انتبه عزيز التلمير إلى أسهل سنطبق عليه الشروط التالية أسهل فعل ثلاثي أصلها سهل سهل تاما لا ينتبه إلى الأفعال الناقصة وعرفتها عزيز التلمير أفعال ناقصة مثل كان وأخوتها أصبح أمس أفعال مقاربة إلى آخر متصرفا فنحاول أن نصرف فعله سهل التمرين سهلة الأمور إلى آخره مبليا للمعلومين فعل سهلة سهلة الأمور فعل مبليا للمعلوم وليس سهلة لا يدل على لون كما ترى ولا يدل على عيب إذا لا بد من اسم التفضيل إذا أردنا أن نشتقه على وزن أفعال يخضع للشروق التالية هيا نأخذ عيننا من الأفعال سعوبة فاسم التفضيل أصعب ترى هل يخضع هذا الأشياء أصل أو فعله يخضع مقايز التالية سمع أصل فعله صعوبة ثلاثي تاما لا يتمي إلى تفعال ناقصة متصرفا صعب الأمر صعب على التمرين يعني سعناء أن نصرف له ويصعب في الأسمنة التالية مبنيا للمعلوم صعبة مثبتا أي غير مسبوك بأدوات النفي ما ليسا التي كلها تعرفنا إليها في حصة الفارقة لا يدل على لون لا يدل على لون أسود أو أبيض إلى آخره ولا يدل على عيب مثل أعرج حا صحيح أن كلمة أعرج هنا أعرج هي على وزن أفعل ولكن لا نستطيع أن نشتقى منها اسم التفضيل كلمة أحمد أيضا أو أصف لا نستطيع إلا لأنه يصعب إذا فقد أحد الشراط التالية نسيغه بطريقة غير مباشرة نسيغه بطريقة غير مباشرة الطريقة المتمثلة في ذكر مصدر الفعل مقصوبا على التمييز ما معنى هذا الكلام؟ أنني باختصار شديد أننا نشتقى اسم التفضيل من الفعل الثلاثي التام المتصرف المبني المعلوم المثبت الذي لا يدل على نوم ولا يدل على عيب على وزن أفعل أفعل إذا نأخذ مثال أخر كطرة كثرة تأتي على وزن أكثر أو اسم التفضيل أكثر أكثر فعله كثرة ثلاثيا تاما متصرفا مبنيا للمعلوم مثبتا لا يدل على لون ولا على عيب وهكذا دولت جمولة الأخوات على سبيل المثال أجمن كسم التفضيل أجمن أجمن على وزني أفعل جاءت أجمن على وزني أفعل لماذا جاءت على وزني أفعل؟ لأنها تخضع للمقاييس التالية إن أصل فعله ثلاثي جاءت مولة جاءت مولة وقلنا سابقا حتى نقرر ونستوعب جيدا أن اسم التفضيل يشتق على وزني أفعل من الفعل الثلاثي يشتق على وزني أفعل من الفعل الثلاثي الذي أصله جاءت مولة تاما أي ليس ناقصا لا كان ولا صارى ولا أخواتها متصرفا عابا للتصرف مع جميع الضعب الأقض وفي التزمنة مبنيا للمعلوم جاءت مولة مثبتا مثبتا نستطيع أن نصرفه مثبتا غير تامل مثبتا غير منفيا مثبتا غير منفيا وكنا أعزاء للتلاميذ تعررنا إلى أدوة النفي التي كالتالي ليس لا ما وإلى آخر ثم كلمة أجمل لا يدل على لون كما لا يدل على عين ترى لو كيف أشتق اسم التفضيل من فعل فقد أحد الشروق التالية أعيد لنقول فإننا مصوره بطريقة غير مباشرة أي أنني أظفر مصدر الفعل منصوبا على التبييز على التبييز إذن عندي مثلا علس بالمثال أو سوف نعود إلى الفاعل التالية محمد أخلص عملا هل هذا الفعل ثلاثي؟ لا ليس ثلاثيا أنه فقد أحد الشروق أخلص رضاعيا إذن في هذه الحالة تطبق عليه أنني أذكر مصدر فعله مصوبا على التبييز وكذلك الحياة في المؤمن أكثر تفاؤلا تفاؤلا أكثر تفاؤلا أكثر تفاؤلا لماذا جاء اسم التفضيل من الفعل الثلاثي في تركيبة واحدة؟ أفعل وهنا جاء بصيغتي أنني ذكر المصدر على التبييز أو ذكر المصدر على التبييز في هذه الحالة ينبغي أن نصول في هذا المثال إذن هنا لنكون عندي فعل فقد أحد الشروق التالية مثلا استحسن استحسن تابعي استحسن هنا نقول أكثر استحسن 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 وكأني بي أستخرج هذا المصدر هذا الفعل وأسبقه بعبارة أفعلة قد تكون أكثر قد تكون أشد قد تكون أقل بالفعلة مثلا انتضر قد تكون أكثر انتضار بمعنى دائما نخرج المصدر ونسبقه بصيغة المسيغ أفعالة أفعالة انتبه أقوى انتباه أقوى دائما أقوى انتباه نعود أعزائي تلابيذ لنذكركم سويا بأن اسم التفضيل هو اسم مشتقل من الفعل الثلاثي يكون على وزن أفعال يكون على وزن أفعال إذا سوف تهي الشروق التالية ثلاثي ثامن متصرفا مبنية للمعلوم مثبتا لا يدن على لون كما لا يدن على عيب أما إذا فقد أحد الشروق التالية على سبيل الإثار أن يكون مزيدا فإنني آتي بصيغة أفعال واتبعوها بمصدر مصدرها استحسن أكثر استحسان انتظر أشد انتظار انتبه أقوى انتباه حتى إن دلت على لون كما لأخذ عينة الأخرى على سبيل المثال احمر يدل على لون وهنا فقد الشروق فأقل أشد أشد أحمرارا أشد أحمرارا تمعي إذن وبذلك أكون عزيزة الليل قد سهلت لك استعابة اشتقاق اسم التفضيل من الفعل الثلاثي والفعل غير الثلاثي أو ما فقد أحد شروقه لما يستوفى الشراط أولا ثلاثي لما يستوفى الشراط التالية أن يكون ثلاثيا تاما متصرفا مبنيا للمعلوم مثلة لا يدل على لون أو لا يدل على عين جاء على صيغة أفعالة أفعالة جمولة أجمل أجمل فعلها جمولة جمولة ثلاثيا تاما متصرفا مبنيا للمعلوم مثبتا لا يدل على لون أو عين أنا أقصده أو إنني أتحدث عن فعل لذلك جاء على وزن أفعالة وجاء اسم التفضيل هنا على وزن الصعب لأن أصل فعله أصل فعله ثلاثيا ومستوفيا فيه جميع الشراط أي تاما ناقص متصرفا يقبل التصرف مع جميع الضماغن وفي الأزمنة مبنيا للمعلوم فنقوم صعبا مثبتا غير منفي غير مسبق بأداة لفن لا يدل على لوم كما لا يدل على عين أما إذا فقد أحد الشراط التالية جئنا بصيغة أفعلة زائد مصدر الفعلي انتبه إلى استحسنة فكانت أكثر استحسانا استحسانا انتظر شد انتظارا انتبه أقوى انتباها احمر شد حمرارا أما في الأفعال التي قلنا لا تتصرف مثلا متا فهل تقول متا أم متلا موطوحة واحدة عرجا وأعشلا فإنها تدل عليه لذلك لما تفقد الشراط التالية فإنني استخلص وأشتق اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة الطريقة المباشرة المتمثلة فيه سيغة أفعال زائد مصدر الفعلي وبعد ذلك عزيزي التلميذ حاول أو حلل التمرين سين واحد صفحة أربعة وخمسة من كتابك المقرر من كتاب المقرر صفحة سبعة وخمسة حل التمرين الثالثة السعيدة أكثر بأكثر إذا نحن سعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة